السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأحباء هنفهم مع بعض النهاردة كده إزاي بنتعامل مع سؤال النحو الخاص بي كانة وأخواتها كانت تامة والناقصة إزاي بنقدر نحدد كانة دي تامة ولا ناقصة وإزاي بنقدر نحل السؤال ببساطة شديدة كده ركز معانا وإن شاء الله تفهم كل حاجة بالتفصيل يعني مثلا هنا بنقول إيه سنظل أوفياء سنظل أوفياء لوطننا الحبيب مهما كان الثمن وهنا عايز يعرف إيه الفرق بين الفعل نظل وبين الفعل كانة يعني أنا عايز أعرف الفعل الأول ده تام ولا ناقص والفعل التاني ده تام ولا برضو ناقص طيب أنا إزاي بحدد الفعل تام ولا ناقص قلنا يا جماعة لو الفعل موجود ليه خبر يبقى هو ناقص مفيش خبر يبقى هو تام طب إحنا هنا بنقول إيه نظل أوفياء نظل يا سيدي بدء بالنون فعل مضارع بدء بالنون يبقى اسم نظل هنا ضمير مستتر تقديره نحن نظل نحن نظل نحن إيه أوفياء إذن كلمة أوفياء دي هي الخبر طالما الخبر موجود إذن الفعل ده كده فعل ناقص طيب الفعل التاني كان الثمن كان الثمن إيه هل هنا في عندك خبر لا ما فيش خبر إذن كان هنا تامة وليست ناقصة ليه لعدم وجود الخبر يبقى الفعل الأول ناقص والثاني تام الأول تام لا الأول ناقص والثاني تام إذن الإجابة رقم باء هي الإجابة الصحيحة رقم 32 هنا بنقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أنا عندي تمسون إيه؟ يعني أنا بقول حين تمسون إيه؟ هل في هنا خبر؟ يعني إيه في خبر؟ يعني لو قالك تمسون مثلا جيدين مثلا تمسون مثلا نشيطين جاب لك خبر للكلمة هل تمسون دي موجود لها خبر؟ لا ما فيش خبر إذن الفعل ده فعل تام وكذلك الفعل تصبحون هل تصبحون ده موجود ليه خبر؟ لا إذن الفعل ده فعل تام وليس ناقص لعدم وجود الخبر يبقى الفعل ده تام وده تام يبقى الفعلين تمان هنا بنقول ما زلنا مهتمين بطلابين اختر السياغة الصحيحة بعد حزف الفعل الناسخ وأنا يا جماعة بعد محزف مازالة حزفت مازالة هاي؟ اتبقى لناه اللي هي ضمير متكلم طب أنتم ده ضمير مخاطب هم ده ضمير غائب يبقى المفروض إن أنا أقول نحن لأن ده ضمير متكلم إذن أضع مكانه ضمير متكلم طيب أنا أضعت ضمير المتكلم نحن طب نحن ده كده مبتدأ بعد حزف مازالة إذن اللي هيجي بعد نحن هيعرب خبر إذن مهتمين ما تنفعش يبقى نحن مهتمون بطلابنا عشان نحن يكون ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ومهتمون تكون خبر هنا بنقول كان أبوك ذا جاهن عظيم اختر السياغة الصحيحة بعد حزف الفعل الناسخ أنا لما أحزف كان هترجع بقى الجملة مبتدأ وخبر مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع أبوك ذا خطأ أو الأبوك ذو عشان أبوك تكون مبتدأ مرفوع بالواو وذو تكون خبر مرفوع بالواو أباك خطأ أو الأبوك يبقى أبوك ذو جاهن عظيم بل جابا دال عشان هيبقى دا مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة ويبقى دا خبر ذو خبر مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة أضحى المصريون مهتمين ببناء الوطن وقال لي اختر السياغة الصحيحة بعد حزف الفعل الناسخ يعني أنا بعد محزف أضحى هاول إيه هاول المصريون فالمصريون كده هتكون مبتدأ فالمفروض أن دي هتكون خبر فالمفروض أن أنا أقول المهتمون المصريون مهتمين خطأ المفروض أقول مهتمون المصريون مهتمون ببناء الوطن يبقى لي جابه باء 36 هنا بنقول باتت قضية الإرهاب من القضايا الملحة على الساحة العالمية قال لك ميز خبر الفعل الناسخ أنا عندي باتة ها والتاء طبعا تاء التأنيث طب أنا بعرف أن دي تاء التأنيث منين لو كان الفاعل مؤنث لو عندك الفاعل مؤنث يبقى هي تاء التأنيث يبقى دي تاء التأنيث ها طب بقضية قضية هتكون اسم بات طيب باتت قضية الإرهاب ايه فين اللي تمم المعنى باتت قضية الإرهاب ايه من القضايا الملحة إذن شبه الجملة من القضايا ده هو اللي تم بيه المعنى هو اللي تمم معنى الجملة إذن هو الخبر يبقى من القضايا خبر ونوعه شبه جملة طب هنا بنقول فيالك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر ولك ميز خبر الفعل النسخ حاضر فيالك من ليل تقاصر طوله وما كان كان أداء الفعل ليلي ده اسم كان كان ليلي ايه كان ليلي يقصر لأن يقصر ده هو اللي تم به المعنى تم به المعنى تم به المعنى تم به معنى الجملة إذن هو الخبر إذن هنختاره لأنه هو اللي تم به معنى الجملة طيب هنا بنقول قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس واللي ميز خبر الفعل النسخ كنتم كان هي يا جماعة والتأهنة اسمه والميم للجمعة أو تقدر تقول انتم على بعضها اسمها ما عنديش مشاكل طيب يبقى أنا عندي فين خبرها خيرا كنتم خيرا واحدة يقول لي المعنى ما تمش هقول لك كلمة أمة تعرب مضف إليه وإحنا بنتعامل مع المضف والمضف إليه في اللغة العربية وكأنهم كلمة واحدة يعني نقدر نقول إن ده على بعضه هو اللي تمم المعنى كنتم خير أمة خير أمة على بعضها هي اللي تممت المعنى إذن هنا عندي خيرة هي الخبر أمسد قضية قبول الآخر تشغل الرأي العام واللي حدد اسم الفعل الناقص أمسد تم اسمه هنا قضي والتأ طبعا هنا أمسد التأنيث التأنيث يبقى قضية طبعا هي اسم أمسد قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول وقال لك حدد اسم الفعل الناقص يعني عايز اسمي عايز اسمي هنا ليس طب أدى ليس هي ده أصل الجملة تمام جدا يبقى هنا عندي هنا عندي ليس عالم وجهول سواء يبقى أنا كده عندي يا جماعة الخبر هيكون كلمة إيه كلمة سواء خبر مقدم ليس عالم وجهول سواء طب يبقى أنا عندي كده سواء هي الخبر طيب قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين حدد اسم الفعل الناقص كان أصل الجملة بردو كان نصر المؤمنين حقا علينا يبقى أنا عندي هنا كان هاي فين اسمها نصر وفين خبرها كان نصر المؤمنين حقا إذن حقا دي خبر كان تمام وفين اسمه نصره طب هو عايز اسمه يبقى أنا عندي اسمها هنا كلمة حقا طب هو في السؤال ده أصلا ما كانش طالب الخبر خلي بالك وكان طالب بردو اسم الفعل لو عايز اسمه يبقى كلمة عالم لأن احنا قلنا ترتيب الجملة ليس عالم وجهول سواء يبقى ليس ده الفعل الناقص الناسخ وعالم اسم ليس وسواء خبر ليس فلو عايز الخبر وأنا مش عايز الخبر أعايز الاسم يبقى الاسم كلمة عالم احنا بنحل مش بهدف الحل بنقول الكلام ده في كل مرة احنا بنحل بنخليك معانا كده تشوف ازاي بنقدر نحل وازاي بنتعامل مع السؤال عشان تتعامل بنفس المنطق ده هنزلك اسئلة كتير ودروس وشرح وتدريبات وكل حاجة هنفروم لك المنهج هنا حرفيا على اليوتيوب يا رب نكون مفيدين بالنسبة لكم ونراكم دائما على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته